اقتربت أسعار النفط من أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر وسط توقعات أن تشهد الأسعار مزيدا من الإخفاض في الأمد القريب مع استمرار تخمة المعروض في حين يتباطأ نمو الطلب ويتجه خام القياس العالمي مزيج برينت لتكبد أول خسارة شهرية منذ كانون الثاني وأكبر هبوط من نوعه منذ بداية 2016 وتراجعت العقود الأجلة لبرينت 49 سنة إلى 44 دولار و 38 سنة للبرميل أما خاب غرب تكساس الوسيط الأمريكي فتراجع في العقود الآجلة 26 سنة إلى 42 دولار و 66 سنة للبرميل مقتربا من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر وجاء انخفاض النفط بعدما أظهرت بيانات أمريكية تراجعا في مخزونات النفط الأسبوعية